مريدوا ان نجمع الكلمة مريدوا ان نواحد الصبر مريدوا ان نكون اخوة متعالفين متحابين كلنا لسنة وجماعة الاسر ان يكون عدو ولا الهوذي الاسر ان يكون عدو ولا الهوذي نفذ علينا ان نجعل من نفذ من عضلاتنا ومن قوتنا ومن سلاحنا على الهوذي عدو سبيع الذي لا يفرق بين سني ولا اسراحي ولا صوفي ولا مؤتمري ولا انتقالي ولا غيره من لم يكن معه وهو بنده اما ان نعرض عضلاتنا على بعضنا البعض ونأتي نتسلق على مصليات بعضنا البعض بينما ان يجرى احد ان يتجرى على مصلى لم يجرى احد ان يتجرى على مصلى الله اكبر الله اكبر الله اكبر وكبيرا والحمد لله كذيرا وسبحان الله بكرة ورسيلة يا عباد الله نذكر اصحاب الهمم العالية والنفوس التواقع الى جنة العرب والكماوات والعرب عقب خلافات على خطبة صلاة العيد مقتل خطيب في شبوة مسلحون اعترضوا سيارة الشيخ عبدالله الباني اثناء عودته الى منزله فقتلوه واصابوا عددا من ابنائه وحراسه قتل خطيب صلاة العيد في احدى مناطق مديرية بيحان محافظة شبوة شرق اليمن يوم الجمعة واصيب اخرون بينهم عدد من ابنائه برصاص مسلحين اعترضوا سيارته اثناء عودته الى منزله واكدت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة ان المسلحين اعترضوا سيارة خطيب صلاة العيد في منطقة المطار بمديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني اثناء عودته الى المنزل بعد تأدية صلاة العيد واطلقوا عليه وابلا من النيران مما ادى الى مقتله على الفو واصابت اخرين من حراسه وعدد من ابنائه الذين كانوا يتواجدون معه في نفس السيارة واوضحت ان ذلك جاء عقب خلاف نشب بين الباني واخرين قبل تأدية صلاة العيد حول من سيؤدي خطبة عيد الفطر المبارك ويأم المصليين وذكرت المصادر ان الخلاف تطور الى عراق قبل ان ينفجر الوضع بين الطرفين ويتبادل اطلاق النار بالقرب من ساحة صلاة العيد بمنطقة المطار ببيحان واستمرت حالة الاحتقال لدى المسلحين بعد اعتلاء الخطيب المنبر فتم نصب كمين استهدف خلاله الباني بصورة مباشرة شهد اليمن هذا الحادث المأسوي عندما اغتال مسلحون مجهولون الشيخ عبدالله الباني عقب نهاية صلاة عيد الفطر في مدينة بيحان شرق اليمن وكتب محمد قيزان وقيل وزارة الاعلام باليمن في تغريدة مقتضبة اغتيال خطيب مصل العيد الشيخ عبدالله الباني في مدينة بيحان وسط المصلين بعد ان اكمل خطة العيد رحمه الله تعالى ولا حول ولا قوة الا بالله ولم يعلن عن تفاصيل الحادث عمل الشيخ عبدالله الباني في منصب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان في مدرية بيحان بجانب العضوية في حزب التجمع للإصلاح الشهود في مكان الحادث تحدثوا عن ان المسلحين اطلقوا عدة اعيرة نارية على الشيخ الباني وهو زاهب الى سيارته ولم يعرف حتى الان اي جهة في اليمن من قامت بعملية القتل او منفس هذا الفعل والعليمي يطالب ضبط الجناه واعرب العليمي عن تعازيه لعائلة الشيخ الباني وحس سلطات شبوة والاجهزة الامنية على مواصلة جهودها الحسيسة من اجل وحدة الصف واستدباب الامن والاستقرار وتحسين الخدمات كما نفى مدير المركز الاعلامي لقوات العمالقة اصيل السقلد دلوع العمالقة المتواجدة في محافظة شبوة في عملية قتل الشيخ عبدالله الباني مدير مكتب الصحة متهما من مصدر بانه احد الادوات الاعلامية التابعة لميليشيا الحوسي وقال السقلدالي في تغريد عبر حسابه بتويتر انه لا صحة لما نشرته مواقع صحفية صفراء من اخبار تتهم الوية العمالقة الجنوبية بقتل الشيخ عبدالله الباني واضاف نأسة مما تسوقه تلك المواقع التي انكشفت اليوم انها احد الادوات الاعلامية التابعة للمطابق التي تديرها الشخصيات الساقطة في حضن الحوسي والتي تتعمد الاساءة لكل من يقف في وجه الحوسي واصبحت تجاهر في مناصرته ونشر المصدر معلومات عن عملية تصفية تعرض لها الشيخ عبدالله الباني قطيب وامام صلاة العيد في المصلى الرئيسي بمديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة وكان المصدر نقلا عن مصدر محلي قد اكد ان قوات دفاح شبوة والعمالقة المحسوبة على المجلس الانتقالي حاولت اعتقال الشيخ عبدالله الباني ومنع من اداء خطبة العيد بمصلى المطار بمديرية بيحان الى ان المصدرين حالوا دون ذلك واضاف المصدر انه بعد اداء الخطبة استقل الباني برفقة احد ابنائه وشقيقه السيارة بهدف العودة الى منزلهم الى ان دوريات تابعة للعمالقة ودفاح شبوة اطلقت النار بصورة مباشرة على الشيخ الباني ومن كان معه على متن السيارة مما ادى الى وفاةه على الفو واصابة ابنه وشقيقه كان الباني قد شدد في خطبته الاخيرة والتي قتل بعدها على اهمية توحيد الصف لمواجهة ميليشيا الحوسي باعتبارها العدو الوحيد لليمنيين متحدثا عن ما ينافي ذلك من استعراض العضلات ضد بعضنا البعض في اشارة الى محاولة اعتقاله ومنعه من اداء الخطبة ونفى مسؤول المركز الاعلامي لقوات العمالقة الجنوبية خبر مقتله وقال لا صحة لما نشرته مواقع صحفية صفراء ابرزها مأريب بيرس والمصدر اولاين من اغبار تتهم الوية العمالقة الجنوبية بقتل الشيخ عبدالله الباني رحمه الله واضاف نأسه مما تسوقه تلك المواقع التي انكشفت اليوم انها احد الادوات الاعلامية التابعة للمطارخ التي تديرها الشخصيات الساقطة في حضن الحوزي بيان هام من اسرة الشيخ عبدالله الباني اصدرت اسرة الشيخ الدكتور عبدالله الباني مدير مكتب الصحافي مديرية بيحام بشبوى بيانا مقتضب بشأن عملية الاغتيال الذي تعرض لها عقب عودته من صلاة العيد صباح يوم الجمعة واكدت الاسرة ان قوات من دفاع شبوى المرابطة في مصل المطار ببيحان قاموا باطلاق النار على الشهيد بشكل مباشر مشيرة الى ان الجناه هم جنود دفاع شبوى اللواء السادس وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قد شدد على دور السلطة المحلية في متابعة القضية والكشف عن ملابساتها وضبط الجناه واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا العقاب الرادع بموجب القانون وكذا جماعا كن وصلنا لنهاية الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم